حرب أوكرانيا تطرق باب الشهر الحادي عشر دون أن تضع أوزارها موجة جديدة من الضربات الصاروخية الروسية تطال العاصمة كييف ومدن عدة في أنحاء البلاد متسببة في انقطاع واسع للكهرباء في ساعة السابعة صباحا شن العدو وضربة واسعة النطاق على الأرض الأوكرانية تم خلالها إطلاق صواريخ كروز من الجو والبحر فضلا عن صواريخ اس 300 واس 400 الموجهة المضادة للطائرات والتي استهدفت البنية التحتية الحيوية للطاقة في مناطق بلادنا الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية هجوم هو الأحدث في سلسلة الضربات الروسية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوكرانيا وتشن موسكو مثل هذه الهجمات أسبوعيا منذ أكتوبر الماضي في أعقاب الهجوم الذي استهدف جسر القرم في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين ومروحيتين وراجمت صواريخ من طراز هاي مارس في دونياتسك حيث يستمر تقدم الوحدات الروسية على الصعيد السياسي ما ينفق طرفاء الحرب في أوكرانيا في طرح شروط ذات محصلة صفرية ما يجعل فرص السلام أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الأقل صعب المنال في المستقبل القريب ولعل ذلك ما يتجلى في رفض روسيا على لسان وزير خارجيتها صيغة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أساسا للمفاوضات لا نرفض إطلاقا مقترحات التوصل إلى حل دبلوماسي الظروف التي يمكن أن نبدأ في ظلها مناقشة هذه الاتفاقيات معروفة جيدا وأحد الشروط التي لا رجعت عنها هو انتماء المقاطعات الأربع إلى روسيا يرى لفروف أن كييف لا تزال غير مستعدة لمحادثات سلام حقيقية واصفا تهديدات أوكرانيا بطرد روسيا من شرقي البلاد والقرن بالأوهام في الواقع عقدت روسيا وأوكرانيا منذ بدء القتال ثلاثة جولات من المفاوضات في بيلاروسيا وأخرى رابعة افتراضيا فيما شهدت اسطنبول جولة خامسة إلا أن جميع هذه الجولات فشلت في التوصل إلى نقاط مشتركة بشأن المسائل الخلافية ووضع نهاية للحرب